معلش تنويه في السريع كده. من يومين انا نشرت فيديو عن اه تست لبلاجين او فلتر زي ما انتم بتسموه. دوت جي من اه راجل امريكاني مهندس صوت كان بيشتغل في الاستوديوهات بتاعة ابي رودز بتاعة اه اه لندن. والرجل دوت عمل اه ميكانيزم ليه هو اللي بيشتغل بي يعني بيشتغل بالريفربات معها الديلي بيخلطهم ببعض. فالك ترى بستعمل الاجهزة دي فعلا في الاستوديوهات الغنية اللي تقدر تشتري الاجهزة دي. اه بستعملها اه اه اجهزة كتيرة ودخلها في اجهزة كتيرة. طب ليه ما اعملش تحتوي تلاتة اربع اه ديلي على الاربعة وندخلهم مع بعض وتبقى واحدة اللي راجل مهندس صوت تسهل له عمله يعني. فانا نزلت فيديو عن شرح لبلاجين ديت وانا بصراحة اشتريتها يعني انا فكرت ان الموضوع اه مش كده كان لازم ابحث فعلا. بس ما خطرش ببالي حاجة زي كده يعني. اه الشركة دي طلعت شركة اه اسرائيلية. واتضح انها تأسست بواسطة اتنين مهندسين من اشتغلوا في جيش الدفاع الاسرائيلي قبل كده وعملوا الشركة دي ولا زال ما قررها بتل قبيب لها فرع في امريكا وفرع في الصين. فانا اه واحد من اصدقاء القناة يزاها الله كل الخير اه ساري ابو العدل. نبيني الى ان اللي انت بتعمل على شرح دي الشركة بتاعتها اه اه شركة اسرائيلية بتقتل اخواتنا في في فلسطين. فاما مستحيل طبعا ان احنا كنا نشارك في في جريمة زي دي. ومستحيل ان انا ندعم آآ آآ حد من عند المحتل يعني. ده احنا اساسيات عندنا مش هنقدر نتحرك براها ودي من عقدتنا يعني واخد بالك دفع الظلم عن اخوتنا في كل بقاع الارض ده مش مش حاجة رفاهية ده مش ده مش يعني مش اختيار ده 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 ضرورة ولازم وواجب على كل واحد مننا فأم انا شلت الفيديو بتاع الشركة ديت ومش هدعم اي منتج ليها بعد كده ومش هنازل اي فيديو لشرح فطبعا انا مش هعمل دعم لأي من البلاجينز ديت بعد الان واتمنى من كل الناس اللي شافوني يسامحوني ان انا ما دورتش اصل الشركة ايه اه لازم ناخد بالنا كويس من حاجات دي واشكر جدا صديقي اللي نبهني لهذا وانا لم اكن اعلمه واتمنى ان احنا كلنا نكون على نفس اليقظة نحن لسنا من المطبعين واشوفكو في الحلقات الجاية